كنتم حياكم الله نحن اليوم السبت 17 جوان يونيو 2023 والساعة العاشرة و 18 دقيقة مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي اليكم مباشر عبر اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك الزلفلون اخواني حياكم الله جميعا اخواني حيا الله الاحرار اينما كانوا حيا الله احرار البلاد و اخرار البشرية الذين يقفون مع المظلوم ضد الظالم ولا يترددون في ذلك وهم يعرفون انهم يدفعون ثمنا احيانا حتى يصل الى ثمن الحياة اضافة الى الشيطنة والتشويه والسب والشتم الذي يتلقاه من السفهاء اذناب وذباب العصابات لكن هذا كل يجب ان يفهم الناس ان هذا كل جزء من المعركة اذا لم تفهم ان انك عندما تدخل معارك الحق والباطل معركة الانتصار للمستضعفين للمنهوبين للمفقرين للاوطان المسحوقة اذا لم تفهم انك حينما تدخل هذه المعركة فانك ستدفع الثمن وثمن قد يكون غاليا جدا فلا تدخلها حتى لا تندم وحتى لا تضع او تثير القلق مع الذين يخذون هذه المعركة معارك الحق والباطل تنتهي احيانا بالموت وليس فقط بالتشريد او بالسجون او بالتشويه او بهذه البشرية مرت هكذا هذه هي الحقيقة ولذلك فان طريق الحق سالكين فيه قليل لان اثمانه غالية جدا وطريق الباطل سالكين فيه كثير لان فيه الشهوات وفيه الاموال وفيه السلطان اذا خضعت لمن هم اصحاب السلطان اذا خضعت للأقوياء للأثرياء للطغاة والمستبدين حديثي اليكم اخواني اولا مرة اخرى اعتذر لكم على التأخير ربما نغير التوقيت من تسعة وخمسة وربعين الى العاشرة مع الصيف الان لانه لم يعد ممكن ان اصل قبل العاشرة في الحقيقة نتيجة الارتباط باشغال كثيرة جدا لكن قولوا لي رأيكم اذا خلو تسعة وخمسة وربعين واجتهد ان اأتي في ذلك التوقيت واذا تأخرت يكون ذلك طبيعي او نخله الى الساعة العاشرة حديثي اليوم ايضا من ثلاث اجزاء جزء اول نتحدث فيه على بعض الشؤون الداخلية وجزء ثاني فيه نافذة دولية وجزء ثالث من جزئين هذه المرة مثل البارح جزء نتحدث فيه عن ما يجري في منطقة القبائل وجبار مهنة اذرع هناك عناصر القذرة عصاباته التي تخضع منطقة القبائل وتتوسع الى مناطق اخرى ايضا واليوم ربما سنذهب افتجاه وهران ومن هو احد اهم الشخصيات او كل الاشخاص او كل القديرون الذي يتولى مصالح جبار مهنة ومقابل ذلك يقابله جبار مهنة بدعم كبير وكبير جدا او يعطيه دعم كبير وكبير جدا سننظر في ذلك وحتى نجد انفسنا في لاسمو يعني حتى نجد انفسنا في الفريق الثاني في او الفريق بعد الليمسيو كاللاسمو في وهران وسنجد انفسنا ان جبار مهنة يصل الى هناك ايضا عبر اذناب والجزء الثاني من لا ادري الصورة اذا كان انا اراها تتحرك في اليوتيوب هل هذه الصورة طبيعية ولا فقط هنا بلا كش حركة عندي اذا قلت والجزء الثاني سيكون عن زيارة تبون لموسكو ماذا يعني ذلك تدعياتها خلفياتها ثم الاخطاء الكارثية التي ارتكبها هناك نعود لها ولو بشكل سريع هل الصوت يصلكم جيدا والصورة تصل جيدا للجميع في تيك توك كما في الفيسبوك كما في اليوتيوب اذا على بركة الله نبدأ بداية ننضي الى نشوف باش بعتنا المساعد بما نتعلق بالأوضاع الداخلية أو بعضها على الأقل نبدأ بالأحرار نبدأ بهذه الحرة من نيويورك أمام قنصرية العصابة وهي تقف وقفة أسبوعية أحيانا في الغالب أحيانا تكون لوحدها والحقيقة أنك أنت الجماعة ولو كنت وحدها تحيتنا لكل شابنا بالداحل لشابنا بالخارج عبر العالم تحيتنا لكل المعتقلين وأهليهم لكل متابعين قضائيا تحيتنا لكل معتقلي تسعينات ولأهليهم لمزال المآسي والآلام تسير عليهم إلى يوم الناس هذا سلام الله عليكم جميعا إذن في وقفتنا الأسبوعية من أمام قنصرية العصابات في نيويورك سيتي الولايات المتحدة الأمريكية هيا الله هذه الحرة التي لا تترك أي يوم في الغالب السبت أسبوعيا وتنشر شعارات شعارات الحراك في مواجهة قنصرية العصابة وعمر عليها الناس ويسألها الناس ما هذا وبذلك تعرف بقضية شعب الجزائري ولو كانت لوحدها طبعا نيويورك فيها كثير من جزائريين كنا نتمنى أن يكون عددها أكبر أن يكون هناك آخرين ولكن يبقى دائما أن هذه مواقف يسجلها التاريخ ويعتز بها الشعب يوما ما ويعتز بها من قام بها إذا كان في الحياة وما عند الله خير وهو لا يضيع أجر المحسنين وهذه وقفة إخواننا في موريال وقفة أيضا وقفة أسبوعية من أحرار موريال وهنا أمام قنصرية العصابة الوعدات لم يحمي i California شعر الشعب تحرم هو اللي قرر دول مدانية تكون مصور جام بوالعسكر هو لاش الشبعية الشعب تحرم هو اللي قرر دول مدانية تكون مصور جام بوالعسكر لشبونة وضرب بالبيض أو راح إلى روما وضرب بالبيض أو امتنعاً ذهاب إلى باريس لأنه خاف أن يضرب بالبيض أيضاً سيبقى مزور سيبقى مزور اليوم وغداً سيبقى مزور وستنظر إليه الناس على أنه ليس أكثر من واجهة قدرة شديدة القذارة لعسكر الجنيرالات مجرمين في الحقيقة وأكثرهم كانوا دباحين في التسعينات أكتلم على كبار الجنيرالات على رأسهم شنغريحة شنغريحة ما يرعبه هو أنه يعلم أنها تراكمت المعلومات وتراكمت الشهادات وقد ذكرتها عدة مرات وإن شاء الله يجي وقتها وتنشر على دوره فيما قام به كانت الناس تعرف جزئياً دوره بعض الدور اللي قام به من جهة البويرة والإخضارية لكن الحقيقة الآن لدينا معلومات إضافية عندما أصبح هو قائد ما يسمى بلويتين بيبي رئيس فرقة أو قائد فرقة الفرقة الثامنة المدرعة الفرقة المدرعة الثامنة وما فعله في الغرب الجزائري ارتكب فضاعات ارتكب فضاعات ارتكب فضاعات قلة لها نظير والآن بشهادات وشهادات مؤكدة والحمد لله لا يكاد يمر يوم إلا وتأتي شهادات وأحياناً من الذين كانوا داخل لويتين بيبي يعني ما يش من أي إنكان كانت في أيضاً أعتقد أن أخواننا وقفوا أيضاً في نعم أمام السفارة هذه في برشلونة هذه أمام سفارة العصابة في برشلونة هذه في إسطانيا مالذور مالذور اشتركوا في القناة وهذه أيضا وقفة موريال الأسبوعية أمام قنصلية العصابات ترجمة نانسي قنصلية هيا الله حرار موريال في كل حين والحقيقة أنهم لم يتوقفوا أبدا عن الخروج في ظروف أحيانا جوية ومناخية عصيبة ولكنهم لم يتوقفوا أبدا طبعا أيضا أذكر إخواني وأنتم تعرفون ذلك أنه بعد ثلاث أيام من اليوم يعني يوم عشرين يوم ثلاثة عشرين هذا الشهر هناك احتجاج هناك وقفة أمام البرلمان الإسباني في مادريد أمام إذن أمام البرلمان الإسباني وذلك تنديدا واحتجاجا على تسليم الأحرار وهم أبراهيم الإعلامي وبن حليمة محمد عزوز ومحمد عبد الله هذه الوقفة ينظمها أخوانكم ويقفون وقفة دائمة ومستمرة وفيها أيضا إخواننا في الجمعية الذين يقومون بدور مهم جدا في الدفاع على الجميع في الحقيقة وإن كانت الجمعية باسم محمد عبد الله ولكن إخواننا يدافعون عن الجميع على تركيز ضاعة الحال على محمد عبد الله لأسباب تتعلق خاصة بما حدث له والمؤامرة التي ارتكبتها العصابة مع الإسبان وأيضا على ابن حليمة وعلى إبراهيم الإعلامي أحوال السوق سمعنا وشي يقول لك طبعا هذه الأيام شغل الشغل لكثير من الناس هو قضية كبش العيد فالأسعار هناك جهنمية يعني الأسعار غالية وغالية جدا خلا نسمعوا بعض وشي يقولوا بعض الناس هناك حاجة كما أفهمية الأسعار طلعت على المواطن العدسة يديرها بين ألف اللومي يديرها بين ألف اللحظة موجودة كشي يقولوا بهذا الأسعار طلعت صوق وكشي يطلع بهذا العسلال الشعب ما هو فاهم والو مكلفانينا لازالة لا صالة بتطلع العسعار قال يا أعلى المواطن كل شيء يطلع تطلع البقرة ويطلع بنادم هل الناس يكون يفهم أنك الشعب ما هو فاهم يا ولنسي بواحد يعرف يا هدر مشيقي يا هدر باطل النعجة تبغى تيهاك بخاطر تيطاطي هل بوكل هل بفارين أو الحمص ولا لا والسمي في العسعار قال يا أعلى المواطن تقول السموط عن المرشمة خمسمائة هذا هو الوضع هو الوضع هل يمكنك فهمها هذه عقضية أسعار الدولة طلعت من الأسعار كل شيء يطلع معها بارك الله فيكم وربي أحضر وربي أحضر وربي أحضر وربي أحضر ونقول الحمد لله وربي يعطينا الخير والعافية إن شاء الله الله يعطينا الهنى إن شاء الله الله يجير الحال ويسلح عبساةنا شكراً اشتركوا في القناة هذا الأغلبية الموالة ولما يقول لك المال معناه يقصد الغنم أو يقصد عموماً الغنم والماعز إلى آخره مما يبيعونه فهم يسموه المال وفي خلال حديثهم هذه حاولي 3-3 أقل من 3 دقائق تفهم أنه صحيح أن هناك عامل جفاف ولكن هناك أيضاً قال لك الدولة رفعت الأسعار والأسعار تفعت واحد من أهم الأسباب كان ثلاث أسباب واربع أسباب كان سبب وهو سبب طبيعي كان سبب ثاني وهو مش طبيعي وهو سبب وجود إدارة إجرامية إدارة تعقد للناس حياتها ومش فقط تعقد للناس حياتها سواء كان موال أو كان فلاح أو كان يريد أن يقوم بتجارة أو كان تاجر أو مستورد إدارة إجرامية تعقد للناس حياتها وتطلب الرشاوي مكنش جيها اليوم مطلبش رشاوي مكنش ناس مطلبش رشاوي إلا مرحمة ربك استثناء في التعاملات اليوم لما تروح لأي إدارة وهما دائرين مجموعة كبيرة من البيروقراطية من الموافقات ولازم لك البرميسيو هذي ولازم لك هذي ولازم لك هذه الوثيقة ولازم لك هذه الوثيقة ففي كل مكان تدفع مما يجعل التاجر أو الفلاح أو الموال وش يدير لازم يحول هذيك الرشاوي اللي مدها يزيد في الأسعار ما عندهش منين ومرات حتى تنقص له من أرباحه النقطة الثالثة ومرتبطة بهذه أيضا هو قضية تعامل مع التجارة الخارجية وما على أساس النقص من الاستيراد لكن النقص من الاستيراد لما يقعد عندك انتاج لما يقعد عندك انتاج وتنقص من الاستيراد فالأسعار ترتفع طبيعة الأشياء كان قاعدة في الاقتصاد سيسموها لاراتي كريلا فالير الندرة تخلق القيمة أي أنه عندما تنقص للحوائج ترتفع الأسعار هذه يعرفها الطفل فهو عمره عشر سنين كلما نقص المعروض كلما زادت الأسعار كلما زاد المعروض كلما خضفت الأسعار نتيجة لعقلية سطالينية بدون سطالين وعقلية بومديانية بدون بومديان عقليا تعرشاوي وفساد غلقوا الاستيراد خلوا الاستيراد محدود عند بعض الناس هذوك الناس عندهم مونوبول عندهم الاحتكار ما فيش منافسة له وراه جنرال وراه وزير وراه والي وراه مدير في الجمارك وراه من يشعار في عقيد في المخابرات خلاص هو يسيطر على المادة المعينة في الغالب يكون فيها أكثر من يسيطر على مواد معينة والحقيقة أن التجارة الخارجية الجزائرية الآن يسيطر عليها مجموعة أسماء وهذه الأسماء وإن كانت أسماء مدنية ويظهر أنهم كبار تجار وكبار مستوردين لكن كلهم من الخلف وراهم مسعورين سواء مسعور عسكري أو مسعور مدني كلهم الاحتكار يؤدي إلى قتل الاقتصاد يؤدي إلى تدمير السوق ويضعفه هذا كله هذا كله في الحقيقة وبالتالي بين الأسباب دعونا نرى إلى أي درجة يعني كشتوا الخروف قال لك راهي من اللي كان بربعة ولا بثمانية واللي كان ببتسعة ولا بطنعش إلى آخر لكن واحد شوفوا شي يقول لهذه الخروف على الكبش سمع بقيت سمع بقيتلين برك يسريني سمع بقيتلين سمع بقيتلين سمع أكثر من الخلف 75 مليون 75 مليون إذا أخذناها في سعر السوق 75 مليون هي أكثر من 3500 أورو 3500 أورو تخيل أخواناً يساكنون في دول أخرى خاصة يساكنون في دول أوروبية أو حتى في أمريكا الشمالية أو في دول أخرى يعرفون الأسعار تخيلوا أن كبش يوصل إلى 3500 أورو إذا أخذناها بسعر البنك هذه سعر البنك قريب 5000 أورو كبش ورحة البلاد قالوا بيع بـ 30 قالوا 30 تأكلها شيبس فقط طبعاً ليس هذه المتوصلة للأسعار لكن نرى كبش يوصل بهذا المبلغ هذا المبلغ تستطيع أن تشتري به عشر مرات بهذا السعر وهو سعر 5000 أورو رسمي على الأقل 10 كباش من أوروبا عقل شيء أو 20 نعجة أو خروف من أوروبا وهو يتراوح ما بين 200 ما بين 150 على كل حال إلى 400 أو 450 أوروبا الناس يرى يتذبح هنا أنا لا أعرف في هذه السنوات الأخيرة لأننا نبعث الذبيح سنبعثها لأنها تكون في البلاد لكن أعرف أنها تدور كمعدل يعني ممكن المدفوش 300 جنيه للكبش يجيبوه لك مدفوح واجد جاهز كل شيء يعني شيء مؤلم شيء مؤلم والحقيقة شوفوا ما قلت الشاب شوفوا ترجمة نانسي قنقر 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 مثلا تجرب داخل شرع عندي بيبي أنا عندي أخويا رفي سبعة سنين في الغربة بويا جاني شته شبنيتي أمريدا بكونسر أخويا عندها مصر دفئة ولا والحقيقة حال الملايين من الشباب الجزائري نساء ورجال ورمي الشباب الجزائري فقط للحقيقة كل منطقة تستطيع أن تقول هذا الكلام على المغربي وعلى التونسي وعلى الليبي وعلى المصري وعلى لكن الفرق خاصة بالنسبة لنا إحنا كجزائريين الفرق هو أن الجزائر بالمناسبة الليبي قليل بالرغم أن الوضع عندهم سيء الحرقة لكن الحرقة اللي بين قلال وقلال جدا لكن الفرق مثلا ما بين الجزائر وتونس جزائر المغرب جزائر ومصر على سبيل المثال هو أن الجزائر أغنى بكثير الثروات اللي في البلاد أكثر بكثير مساحة مصر وتونس والمغرب مجتمعة لا تصل لمساحة الجزائر هذه البلدان في تلك والبلاد تحتاج يعني الجزائر تقدر تكفي 400 مليون بسهولة 400 مليون عادي يعني خالينا ما نروحوش 400 مليون نروحو المئة مليون فقط نحن أقل من 40 مليون أو في حدود 40 مليون اللي عايشين في الجزائر والبلاد تحتاج كل شيء البلاد تحتاج مباني جديدة تحتاج طرقات جديدة تحتاج تكنولوجيا تحتاج طاقات متجددة تحتاج تجار حقيقيين تحتاج لكن احتكار التجارة احتكار سياسة لما احتكروا مشكلة هاي كيفاش بدأت مرة الناس ما يفهموش لما تقولوا النظام العسكري يقولوا ها بصحة أنا ما نش ورهم العسكر أنا نتلاقى رئيس البلدية هو اللي المشكل أنا نتلاقى الوالي هو المشكل أنا نتلاقى الكوميسر هو المشكل والقاضي هو المشكل نعم تا محق هذا هو خط الدفاع الاول تاحهم اذا شئت في المعارك باش ناخذوا باش ناخذوا كلمات تستخدم في الحروب في الحروب دايما كين خط الدفاع الاول خط الدفاع الثاني خط الدفاع الثالث مثلا الآن الروس وهم يتوقعون الهجوم الاوكراني اللي راح بدأ عنده عشر ايام عندهم مثلا ثلاث خطوط دفاع تتبعنا شوية هذالامور مرات فعندهم ثلاث خطوط دفاع خط دفاع اول الجنرالات عندهم ايضا هذال ثلاث خطوط دفاع عندهم خط الدفاع الاول اللي هو الادارة المحلية بلدية الدايرة الولاية الكوميسار القاضي المستشفى المدارس اللي يخدم الطرقات البونفروسي الى اخره مدرع تا الولاية الاخر خط الدفاع الثاني الوزراء المدرع المركزيون مدرع الشركات الكبرى ما يسمى بالرئيس كبار القضاة في عواصم البلاد مثلا نايب العام في العاصمة نايب رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس قضائي في العاصمة وهكذا هذا الخط الدفاع الثاني والخط الدفاع الثالث يجو الجيش جنرالات حداته مخابرات الإرهابية قبل ان تصل لأصحاب القرار اللي هما المافيا العسكرية فعند كده الادارة المحلية الادارة المركزية المخابرات الإجرامية وخلفهم كلهم المافيا العسكرية اللي هي قلب الحكم فانت اذا كنت في بلدية بالطيوة ولا في دائرة شلغوم العيد ولا في مسكانة ولا في بح باح ولا رح تلتقي في البداية مع ربتك تلقاها مع رئيس البلدية تلقاها مع رئيس دائرة تلقاها مع الكوميسار هناك مع الانسبكتور هناك مع ضابط المخابرات هناك مع ضابط الدرك هناك فتلقا نفسك فانت تقول مع هذو مدنيين هذون إذا استثنت منهم الضابط يعني أو الكوميسار لكن هذ المدنيين ما همش ممجيين بالطريقة التي كان يجب أن يأتوا بها خاصة اللي يسموا المنتخبين هذ المنتخبين مش بحق أنت لم تنتخبهم بحق وما جابوا لك قوائم أنت ما عندكش خيار تخير بين الحاج موسى وموسى الحاج فكيف ما تختار راح جي فاست مفسد اللهم إلا على استثناءات قليلة جدا نفس الشي بالوالي أصلا أنت الوالي ما عندكش داخل في تعيينه هم يحطوا الوالي ليخدم مصالحهم مش ليخدم مصالح الولاية ومصالح الشعب داخل الولاية مش هذو همهم همهم ليس شعب الولاية أو شعب البلدية أو سكان البلدية أو سكان الولاية همهم حطوا مسؤولين يضمنهم ما يخرجونهم ومش على الإطار ما يتمردوش عليهم وباش يضمنهم لازم هم ملفات أخلاقية ومالية في الغالب قليل للدائر اللهم غير ملف مالي أو غير ملف أخلاقي لكن في الغالب يورطهم بملفات مالية وأخلاقية ما عندوش وين يتحرك ما عندوش وين يتحرك ويصبح يسمع كما الغلميت في يتغسلوا هل شفتوا للمية أنه يرد على اللي يغسل فيه والله يقولوا ما تديريش هاكذا ما تغسلنيش بهذه الطريقة عبدا هو نفس الشيء أي واحد أو واحدة فيهم ريحة أخلاق ريحة مرؤ أو رجولة ريحة شهامة ريحة مهنية حقيقية يضغطوا عليهم باش يغادروا أو باش يورطوهم أو باش يبعدوهم أو باش يجنوهم أو باش يتهموهم إلى آخرهم وبعدين يجي الخطة الثاني اللي هو ما يسمى بالوزراء أو ما يسمى نفس الشيء بل بالعكس هذا كلما زادوا في المناصب كلما كانت الملفات اللي شادنا وعليها ثقيلة ثقيلة تعالصح وعندما يجب أيضا أن يحركوا يحركوا المخابرات الإرهابية اللي تقوم بأعمال معينة باش تبقى المافيا العسكرية من الخلف وطبعا كل هذه الدفاعات الثلاثة يتلقوا مقابل ذلك يتلقوا أحيانا جزء من الريع وكي نقول هذه الدفاعات الثلاثة أن يذكرتها باختصار رأى فيها أيضا ما يسمى بالإعلام ما يسمى بالمجتمع المدني القنوات الجرائد القائد الزوي المداخلة رأى فيها أصراف وأصراف معين كثيرة ولذلك تقول هذا هو الشعب الجزائري إما لا لا هذا هو الظاهر من الشعب الجزائري هذا هو المزيف هذا هو الزبد عندما يأتي الود ترى رافد جائب الحطب وجائب البلاستيك وجائب الخيش وجائب كل الأشياء التافهة والقادرة وتعلوا من فوق أما تحته فقد تكون هناك أشياء دورر يعني سوى في الواد أو في البحر هذا الظاهر اللي هم حطوه لك حطوه لك مجتمع مزيف نقابيين مزيفين مجتمع مدني مزيف صحفيين مزيفين يقول مزيفين بمعنى أنهم في خدمتهم صحفي اللي هو صحفي مزيف هو الذي يصبح بوق للسلطة القائمة وليس صوت للحق والحقيقة المجتمع المدني اللي يسموه مجتمع مدني لأخر يجيبوا غير الفاسد والفاسدة والمفسد والمفسدة وحطوهم لك على هذه المنظمات لذلك الناس كثير ملوا وبعدين يا رب اللي مكاش حال مكاش حال يقول لك شاب الجزائري لما خرجوا قال يتنحاوا قال قلب الحكم قلب الحكم هو حوالي تسعين شخص دائرة الأولى نتاعه الدور في حدود ألف شخص دائرة الثانية حوالي خمس ألف شخص دائرة الثالثة حوالي خمسين ألف شخص وهذه هي الدائرة الواسعة بمعنى أنه غدا ينتصر الشعب الجزائري بإذن الله في أسوأ الحالات يقوم بإقصاء خمسين ألف شخص عن الشأن العام ما يكونوش في أي وظيفة في أي منصب في أي عمل يروحوا لديارهم ممكن يأخذوا تقاعد ويبقوا في بيوتهم واللي أجرموا إجرام عظيم ويتم إثبات ذلك يذهب إلى السجون عند القاضي العادي بدون ذلك فإن هذا الخمسين ألف شخص في أسوأ الحالات رهم يغرقوا في بلاد من تقريب خمسين مليون من الجزائري بعد ثلاث سنين كانوا عددنا خمسين مليون راهوا منهم اليوم ربعين مليون لداخل وسبعة في الخارج ولذلك ما فيش حلول إلا بتغيير جذري شامل للعصابات بسلوكياتها بتصرفاتها بسياساتها بشخصياتها بألوانها بقوان كل شيء هذا مش مستحيل كان شعوب أخرى دارت أكثر مننا وهو ثور الجزائري وش دارت؟ دارت تغيير جذري طردت الاستعمار بإدارته بكل شيء صحيح من بعد عودوا عودوا استعملوا شوية من الإدارة التاعوية إلى آخر لكن في الأصل كان ثور الجزائري أن تطرد الاستعمار بكل ما فيه آه طردوا طردوا دافيد وجاك وكريستين إلى آخره لكن الخمسين اللي كانوا عندهم هم اللي شدوا بلايسهم وبذلك ثور الجزائري هنا ونفشلت حرت الأرض ولكنها لم تحرر الإنسان ولم تحرر الفكر والإبداع أي أنها لم تصل إلى حقيقة إعطاء الحرية للشعب الجزائري اللهم ما إلا في الأرض اللي هي صح رهي أرض جزائرية ولكنها تحت عصابات إجرامية كان أسهل للجزائريين معركتهم وثورتهم ضد الاستعمار في 54 بكل مآسها على الآن لأن الآن الناس يقولوا كذا مرة تكون في أسرة واحدة الحراك كان في الحراك كانوا في أسرة واحدة كان حركيين يخرجوا للحراك وكان شرطة ولا درك ولا مخابرات ولا ضد الحراك وضد خاوته ضد تحرير البلاد إلى آخر كي يكون العدو واضح يكون أسهل للشعوب عملية الصراع وين طال كي يكون الاحتلال احتلال المتخلف من نفس الأشخاص اللي هم ألواننا وأسماءنا وجوهنا يصعب أحيانا خاصة إذا ما كانش هناك قيادات حكيمة لإدارة الصراع إذا سمحتوا لي أن نروحوا للنافذة الدولية وسنعود إلى في الجزء الثالث إلى الحديث عن الجزء الثالث كما قلت من جزءين سنعود به إلى ما يحدث من إجرام في منطقة القبائل وفي تزيوز والذات واللي يديرها صاحب المهمة مهمة حرق منطقة القبائل جنيرال جبار مهنة وأذنابه وأتباعه وذوبابه في الحديث أمس كنت ذكرت لكم قضيتين قضية إيبو سي وقضية إيتي دير جمال اللي بالمناسبة ابن اسمه حمزة وليس علي كما جاء على لساني واللي راح عندهم في نيفرلاند يشرف على مناجر تاعة الريستوران واللي نعرف أنه كل دلائل تقول أن جمال دامانو كما كان يعرف أو جمال إيتي دير كان اغتيالا دلائل كثيرة تدل على ذلك وتكلمنا عن موضوع إيبوسي وكل الموضوعين راح نرجع لهم ورح نرجع لهم بتوسع إنما عطيتكم إشارات أمس وعطيتكم بعض النقاط باش الناس أيضا تفكر باش تشوف الأمور وسنعوذي لهذا الموضوع واليوم راح نشوفو كيف يعتمد كنا تكلمنا مقبل على جماعة لاديس كنا تكلمنا على شلول و كنا تكلمنا على مجموعة أشخاص هذه المرة سنشوفو أيضا كيف يعتمد جبار مهناء على أحد الأشخاص مش هو الوحيد كينين آخرين لكن اليوم راح نذكروا عائلة واحدة تحمل هذا الاسم سعدون وتواجدهم في منطقة القبائل وفي وهران وكيف وصلوا وإمكانياتهم وماذا يفعلون راح نجيبوا أيضا راح نكون باختصار وفي انتظار نعود كل نرجع لها الأمور ما زال كين ملفات واسعة يعني في الحقيقة وكلها كلها الدور تقريبا كلها الدور حول دور الجنرال جبار مهناء الذي أحرق منطقة القبائل في 2021 وكاد أن يحدث فتنة رهيبة بين الجزائريين بالقتل البشع لجمال بن سماعين كلها تدور أنه لديه أخطبوط هذا الشخص من الكادياس ليخدموه تحت أوامره واللي هو طبعا يقدمو له مقابل ذلك هو يدرهم الحماية وهما يقدمون أموال ضخمة وضخمة جدا كثير منها يذهب إلى موناكو وإلى نيس وإلى دبي وإلى إسبانيا وإلى إيطاليا وإلى باريس وإلى سويسرا وإلى أماكن أخرى ربما تسمعوش ما سمعتوش بها حتى يعني وفي الجزء اللي الثالي من الجزء الثالث رح نرجعو لزيارة تبون في موسكو على الساحة الدولية وقبل أن نذهب إلى الملف ملف الروس خلينا نمروا على حوالي ثلاث نقاط أو أربعة على السريع لعلكم تابعتم واحدة من المآسي تعل حراغة اللي وقعت في اليونان واللي فيها من كل جنسيات سوريين مصريين لبنانيين توانسا يعني فيها فيها من كل جنسيات خاصة من الجنسيات المشرقية يعني خاصة من الجنسيات مصر وسوريا وعراق إلى آخره مأساة حقيقية الآن تقريبا كل الدلائل تثبت بأن اليونانيين هم الذين أغرقوا هذه الباخرة والباخرة مئات المفقودين عشرات الجثث تم إنقاذ عشرات الأشخاص ولكن عشرات الجثث وجدوها ومئات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين مما يعني على المرجح الأكبر أنهم مغرقوا وهذا الدور تعلق اليونان هذا ليس جديد هناك فيديوات كثيرة وشهادات كثيرة وأنا اسمعتها من شهادات من جزائريين ولعلها قبل سنتين أو ثلاثة أعتقد قبل ثلاث سنوات حتى كان كنت تكلمت عليها في اللايب ونظن كانت لها معايا واحد من خواتنا اللي كان تعرض لهذا المصائب وكنت روية القصة وكنت روية القصة وفي سجن اليونان لأنه إذا المساعدة تذكرها يعود ينشرها غدا يعني تلك القصة البوليس اليوناني واحد من أسوأ البوليس الأوروبي وربما من أسوأ البوليس العالمي في تعاملاته مع الأجانب كم حراس الحدود هذون كم أغرقوا وكم ضربوا وكم سجنوا وما زلوا يسجنون هناك آلاف المساجين من الجنسيات مختلفة منهم على الأقل عشرات حتى لاقوا المئات من الجزائريين والتوانسا والمغاربة لكي نذكر المنطقة المغاربية في اليونان سفرت العصابة والقنصلية هناك يأكلوا في درهم الشعب فقط المفروض أنهم يتلهاوا بهؤلاء اللي رب السجون ربكين جزائريين في كل هذه الدول خاصة في تركيا في اليونان في إيطاليا في إسبانيا في فرنسا في مالطا في قبرص من جهة الدول الفوق هذه من دول تشيك والسلوفاك والسرب والجزائريين نراهم بشكل مؤلم جدا وتلقاهم مرات شباب صغار في العشرينات مرات حتى قل من العشرينات والله ودركا ذكور وإناث بالمناسبة لأن الجميع يريد أن يهرب الجميع يريد أن يهرب من هذه البلاد لحولوها الجنرالات وأذنابهم وذبابهم من المدنيين إلى جحيم حقيقي وللأسف ما هو جاي الأسوأ إذا ما انتصر الشعب الجزائري فالانحراف راكم تشوفوا كلما مرت الأيام كلما كانت الأوضاع أسوأ هذا طبيعة الأشياء يسموها لكن إضافة إلى ذلك على المستوى الدولي كم تألمت وأنا أقرأ في هذا الخبر وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا ونقلت قناة RT عربي اليوم السبت عن القائم لأعمال التركي في القاهرة السفير كذا قوله إن رئيسنا أرسل دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تركيا وأضاف أن أعرف أن المصريين يريدون رؤية أردوغان سيحدد الزعيمان مكان الاجتماع وسيأقد الاجتماع في أنقرة أو القاهرة كم تعلمت وأنا أقرأ في هذا الخبر ولماذا الألم لأن أردوغان الذي وقف وقفة شهامة فيها شك وفيها مرؤة وفيها رجولة وفيها وقفة كما وقفة أصحاب القيم والمبادئ مع الشعب المصري لما انقلب عليه السيسي والجنيرالاتو بدعم إمارات السعودي إسرائيلي وبموافقة من الخلف من عواصم كبرى العالم سواء بيكين أو موسكو بيرلين أو باريز أو واشنطن كان وقف موقف وحتى كانت عنده تلك الناس رأيسات هذا كرابعة أنت هذا الرمز وكان هو يديرها دائما وكم خطب ضد السيسي وكم هاجم السيسي عن حق بحق قالوا أنك تغرق مصر وتقتل شعبها وتسجن أحرارها بحق ولكن مع الذكرى العاشرة وفي وقت يهوي فيه النظام المصري يهوي يغرق يغرق سياسيا واختصاديا واجتماعيا ويتوسع الجوع في مصر ونظام مختنع تماما وبدأوا أمراء الخليج بعد أن أغرقوا مصر وبدأوا يسحبوا في أيديهم عن السيسي في هذا الوقت يأتي الأمير القطري اللي كان دار لقاء ما بين السيسي واردوغان على هامش لكوب ديمونت في نوفمبر ديسمبر اللي فات وأيضا دار السيسي وراحلوا السيسي وجاء عنده السيسي إلى آخره برغم أن هذا السيسي ما زال مثلا يسجن صحفيين مصريين يشتغلوا في الجزيرة وسجنوهم لأنهم يشتغلون في الجزيرة ومع ذلك الأمير القطري ما نزعش كثير في الأمر هذا وأعاد علاقاته مع السيسي الأمير القطري أيضا بالمناسبة كان وقف مع الشعب المصري وقف ضد الإنقلاب وكانوا دفعوا الثمن مقابل ذلك لأن السيسي يقف بعد مع الإمارات والسعودية لحسار قطر وكان المفروض أن الجيش المصري هو الذي يغزو قطر لو لم يجي الأتراك بدعم أمريكي وأوقفوا ذلك بدعم الستابلشمنت يومها في 2017 فلمزعج جدا أن هذا الثنين الأمير القطري والرئيس التركي يصبحوا علاقاتهم وكأنها طبيعية جدا مع السيسي في وقت يسحب فيه اللي جابوا وداروه صبي عندهم وداروه مرتزق عندهم وهما أمار السعودية وأمار الإمارات يسحبوا يديهم من عند على السيسي يعني في نهاية الآخر ترى وكان مناكفة خاصة ما بين أمير القطري والأمارات الإمارات خاصة يعني وكان مناكفة أنت كنت معه نكون ضده نترك ضده الآن أنا نولي معه وليست قيم ومبادئ ومواقف يجب الإنسان أن يقفها وخاصة الرئيس التركي الآن نحن نعيش هذه الأيام ذكرى العاشرة الذكرى العاشرة لوصول السيسي والجنرالاته وعبثه في مصر عبث رهيب وعندما وصلوا عندما استطاع رئيس الإمارات وملك الأمير الإمارات وملك السعودية وأمراءه بالإيطاحة بثورة الشعب المصري أطاحوا فيما بعد بكل ما يعرف وما يسمى بالرابع العربي أطاحوا به في كل مكان سواء في ليبيا أو في اليمن أو في بعد في تونس وحتى في سوريا إلى آخر كل دفع لأنهم عرفوا أن في مصر إذا شئنا هي الموتور هي المحرك الأسوأ من ذلك لماذا شعرت بأسها كبير هو أن اليوم بالذات 17 يونيو هو الذكرى الرابعة لموت ذلك الرجل الطيب الرئيس الطيب الرئيس الحقيقة الذي عنده قيم ومبادئ وربما كان طيبا أكثر بما يجب وهو محمد مرسي رحمه الله اللي تخبو الشعب المصري وصل بحق بالانتخابات بغض النظر عن كل ما يقال لكن في نهاية المطاف وصل بانتخابات وبعد سنة واحدة انقلبوا عليه وقال لك راهوا ما دارش وراه غرق مصر وراه هاي مصر اللي تغرق الآن تعرفوا قيمة الغرق حقيقي في أيام السيسي واللي وصلته أموال كالرز كما هو كان يقول أكثر من 160 مليار دولار ومرات كالي يقولوا أكثر من 200 مليار دولار من عند الخليجيين طبعا الخليجيين هذه ما هيش باطل يعني كلها دوها أراضي ودوها شركات ودوها مقابل من مصر مصر تبعت يعني أموال ضخمة جدا وشوف الشعب المصري وراها الآن وقبل السيسي عشر سنين كان حكم عسكري من أيام عبد الناصر من 52 للألفين وحداش 60 سنة تقريبا يعني كانوا يحبوا يخنعون أن ليجا في عام لازم يغير كل شيء ويصلح كل شيء بينما عندنا اليوم أذناب وذباب العسكر عندنا وتببون يقول لك ما زالوا هذه العهدة الأولى فقط ويحتاج عهدة ثانية طيب ما كنت منتم ذباب هذا نفس الذباب سواء كان جزائري أو مصري أو سعودي كان يقولوا بالليل إخوان وغرقوا مصر وغرقوا سيسي وغرق مصر عام ما كملوش عام بكل المشاكل اللي خلقوا هالو بكل الترابات اللي داروا هالو والتآمر اللي كانت تشرف عليه إسرائيل ومعها هذا هذا المجرمين الكبار لكن هذا هو المؤلم أنه في النهاية بالنسبة لأردوغان بيزنس أزيوجل كما يقال يعني ما كاش مشكل واختاروا عن جهل أو عن قصد الذكر الرابع لموت مرسي باش يوجهوا دعوة للسيسي المجرم الذي قتل الناس علنا أمام العالم في وضح النهار ما داراش حتى في الليل دارها في النهار في رابعة وفي ساحات أخرى في مصر ولا زال عشرات الألاف من أحرار مصر في سجونه العفنة ولا يكاد يمر يوم وما يموتش واحد منهم من التعذيب أو من نقص الأدوية أو من الخنق وكثيرين منهم أصيبوا في عقولهم نتيجة لجحيم يعيشونه داخل هذه السجون هذه ليست سياسة هذه ليست سياسة هذه ليست حكمة هذه ليست أخلاق فعقل شيء كان يمكن للأمير القطري ولحاكم تركيا أنهم إذا إذا شافوا أنه خلاص سياسة ذروا باقي إلى آخره أوكي فليبقى هناك وأنت تبقى هناك لم تستطيع أن تغير وتساعد الشعب المصري لا تصبحت وتدعم وتناصر وتعطيل المال القطري وتفتح له في تركيا مجالات لأنه ضد الشعب المصري ولأنه ضد الحقيقة ولأنه ضد الإنسان هذا ليست من شيء من الرجال ليس بعيدا عن مصر سمعوا شيء قل اليوم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني واسمه مالك عقار يعني النايب البرهان الجنرال الأول في السودان كان عنده النايب هذا الذي سيتحارب معه اسمه حميتي دانجو هذا دانجل شوف واش يقول شخص الثاني في الحكم السوداني اليوم يقول قال هاليوم في جلسة نقاشية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة يعني القاهرة طبعا أقرب نظام السيسي أقرب إلى جنرالة السودان لأسباب ربما كنت ذكرتها وشرحتها في لايبات سابقة يقول العقار هذا المسؤول للسوداني رقم 2 في السودان الوضع في السودان الآن كارثي والجيش يواصل القتال حتى النصر دمار كامل في العاصمة الخرطوم والدعم السريع يحتل المناطق السكنية وأوضح أن انهيار السودان يعني انهيار القرن الافريقي بشكل كامل ولابد من انتهاء الحرب بنصرة الجيش ولابد من انهاء الحرب لكن بشرط أن يكون للسودان جيش واحد فقط يدافع عنها لكن الملفد في الأساس هو أن الوضع في السودان الآن كارثي والعاصمة سكان حول ثمانية ملايين الخرطوم دمار كامل في العاصمة الخرطوم دمار كامل حرب الجنيرالات دمار كامل دمار كامل عندما كانوا متفقين كانوا ينهبون في السودانيين في السودان وكانت قصورهم واموالهم وهرب إلى الإمارات وإلى ماكن أخرى وعندما اختلفوا خرجوا الدبابات والطائرات والمضادات الجوية وآلاف القتلى أكثر من مليون طفل مشرط في السودان وملايين أخرى من الرجال والنساء مشردين الآن ألاف القتلى ليس فقط في الخرطوم ولكن في الأبيض في دارفور وفي أماكن أخرى وأمس كانت جماعة حمدتي على ما يعتقد على نطاق واسع قتلت أحد ولاة المنطقة في دارفور لأنه قبلها بدقائق كان يتكلم في برنامج إخباري وانتقدهم برنامج مع هذه القنوات فحكم الطغيان هذا وين يوصل على كل حل وأيضا دائما في هذه الأخبار لعلك نتابع اليوم قبل أن نذهب للملف الروسي في موضوع العلاقات الإيرانية السعودية والوزير السعودي اليوم وزير الخارجية في إيران وحديث كبير على عودة العلاقات وإلى آخر طبعا هذا الموضوع عنده منذ مئة يوم منذ أن تدخل الصين كوسطة بين إيران تسمى الجمهورية جمهورية إيران الإسلامية والأخرى تسمى المملكة العربية السعودية وملكها يسمى خادم الحرمين والحقيقة أن كي خادم الحرمين كي قادة ما يسمى بالجمهورية إيران الإسلامية إنهم وجهين لعملة واحدة أنا عارف أن هذا الكلام يجمع لي الطرفين لكنهم وجهين لعملة واحدة وجهين لعملة واحدة فكلاهما يقمع ناس كثير من المرات يتحدثوا على إيران هذه تزعم أنها إسلامية وكيف تحتل أربع عواصم عربية وتحتل أربع دول اللي هي العراق مخلت فيها والو مع الولايات المتحدة بطبط الحال شراكة سوريا مخلت فيها والو مع روسيا بطبط الحال يعني مرات تكون شريكة مع أمريكا في تدمير العراق وفي سوريا شريكة مع الروس في تدمير سوريا وفي لبنان سيطرين على البلاد وفي لبنان في حالة إفلاس شاملة وكاملة واليمان فقد عادت إلى ما قبل التاريخ أربع عواصم لكن المتضررين أكثر حتى من هذه البلدان وشعوبها هو الشعب الإيراني في حد ذاتهم الشعب الإيراني تحكمه طغمة عسكرية دينية استخدموا الدين استخداما خاطئا تماما وباسمه يضعون شعب الإيراني تحت أرجلهم وتفقير شديد وتخويف وسجون وتعذيب رهيب أما ما يسمى بخادم الحرمين فإن هناك آلاف من السعوديين في السجون مئات منهم اختصبوا في سجون خادم الحرمين رجالا ونساء وتعذيب وقهر لما يقارب من 30 مليون سعودي اللهم إلا مليونين أو ثلاثة ماشيين معهم مثل دائما في كل مكان وطبعا تدميرهم لليمن ما عندوش حدود هو والإمارات اشتركت السعودية مع الإمارات في تدمير اليمن وقبل ذلك شجعوا كثير من الجماعات على حمل السلاح في سوريا فأدوا وساهموا في تدمير سوريا وقبل ذلك فتحوا طائر أجواءهم وثكناتهم في كل الدول الخالجية للأمريكان لتدمير العراق واحتلال العراق ناهيك على التدخل في ليبيا والتدخل في تونس والانقلاب في مصر وكوارث أخرى كثيرة حكام الإمارات حكام السعودية مثل حكام إيران وجهين لعملة واحدة وهم كلاهما يضر الشعوب شعوبهم وشعوب المنطقة ويحاولون ويدمروها مع ذلك فهم يحاولون الآن أن يجمعوا بعدما كانوا يتخاصمون كان بن سلمان قبل سنوات ظهرت في خنواتهم أن بن سلمان دخلا إلى طهران فاتحاً في ألعاب الفيديو تستطيعون أن ترجعوا إلى هذه وأنا يومها لما شفتها في قناة واحدة من قنواتهم هكذا قلت عجيب أنهم يوصل بهم السفاه إلى هذا الحد أنهم يظهروا أن بن سلمان دخل إلى طهران واحتلها إلى آخره لكن من بعد تبال لعبة فيديو هذا طبعاً طهران في الحقيقة يعني يكون جن ديروا مقياس سريع فقط طهران أذلت السعوديين وعرفوا السعوديين أنه بدون أن يتصالحوا مع الحاكم حاكم طهران فإن الحوثيين يذلونهم كل يوم أكثر في اليمن وقد يحتلون أراضي سعودية واحتلوا مرات كل مرة كانوا يحتلوا بعض المقض ووصلت الطائرات وهي إيرانية ولكن باستخدام حوثي من اليمن وصلت ليس فقط إلى وصلت حتى الظهران وصلت حتى إلى الجزء الآخر من السعودية واضطروا لما دروا قمة عربية قبل ثلاث سنين أو أربع سنين اضطروا إلى نقلها من الرياض إلى منطقة بعيدة جداً باش ما توصلهمش سواريخ ودرونز من الحوثيين وهي إيرانية لكن الحوثيين يستعملوها من اليمن فأذلتهم إيران أذلتهم في لبنان وأصبح أتباع السعودية في لبنان هما الأقل هما الأضعف بينما أتباع إيران في لبنان هما الأقوى أذلتهم في سوريا وأصبح بشار ومن معه والميليشيات هناك هي الأقوى أذلتهم في العراق وهي لها الوزن الأكبر والقطع الأكبر داخل العراق وأذلتهم أكثر في اليمن اللي خاذوا فيها أو قالوا أنهم يأخذون حرب ضد الحوثيين حتى أني ما زلت أتذكر ولعل البعض منكم يتذكر حينما أخرج أحد جنيرالاتهم كان أنا ذاك ناطق باسم الحملة هذه كان يسموها تحالف العربي كانت فيها إيران كانت فيها قطر كانت فيها الإمارات والسعودية وقطر لكن عندما شعرت قطر أنهم يتآمرون عليها انسحبت وولت الجزيرة ما تسميهش تحالف العربي ولا تسميه الإيراني لما كانت نتخاصمة معهم تسميه تحالف الإماراتي السعودي في اليمن الآن حتى اليمن خفت الجزيرة وكذا خفوا من الحديث على اليمن أي شيء يزعج السعودية ما أقول له شيء يتكلم حتى كثير معارضين السعودين اللي كانوا يظهروا في القنوات الجزيرة لم يعودوا يظهروا لأن العلاقات عادت أو هكذا يبدو على الأقل في الطاهر عادت بيناتهم فطلع كان طلع جنيرال أنا ذاك وش يسموه يسموه هو جنيرال من الجنوب جنيرال من الجنوب أصوله يمنية يسموه بعدين تورط في في منش في المنشار تاع خاشقجي قال قضينا على ثمانين في اليوم الثانية يعني أقل من ستة وثلاثين سنة ساعة بعد بداية هجومهم وكان هجوم عنيف هجوم ساروخ ريوب الطائرة قال قضينا على ثمانين بالمئة من المقدرات للحوثيين والعشرين بالمئة يا فلان العسيري كان سمان نظر العسيري العشرين بالمئة واش تدير بيها قال خلاص قال هذا بضعة أيام هذا الكلام في 2015 في أبريل 2015 رانا في جوان 2023 مرض ثمان سنوات كل يوم كان يمر يزداد تدمير اليمن ولكن يزداد إذلال السعودية داخل اليمن خاصة أن الإمارات تلاعبت أيضا وراوغت وخادعت السعوديين داخل اليمن والآن نرهم الضاربين ومتخاصمين داخل اليمن إذن هكذا تعود السعودية إلى خاضعة دليلة إلى طهران التي أدبتها وكلاهما سواء طهران أو الرياض من يحكمهما فإنهم ضد الشعوب وضد المستضعفين طبعا السعوديين لا يحملون شعار ثوري وشعار الاستضعاف وشعار تحرير المستضعفين والإيراني يحملون هذا لكن عندما جاءت دائما مرات هذا المناصر إيران طبعا بعض منهم ساكن يعني يقدسونهم بدل أن يقدسون الحق والحقيقة يقدسون الأفراد أو النظام فمرات كانت صلاة لنقاشات معاهم في السنوات الماضية في بعض القنوات كنت نقول لهم دائما مع من مضت إيران في سوريا مع بشار الذي ولد الحكم من عند والده في جمهورية وراح يقتل في السوريين أم مع الشعب السوري وهي التي ترفع شعارات الحسين هل لو كان سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد أهل شباب أهل الجنة هو والحسن رضي الله عنهما وأحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام هل لو كان الحسين حي كان يمشي مع صاحب البراميل أم يمشي مع النساء والأطفال والرجال المستضعفين الذين ذبح منهم مئات الألاف وقتل منهم مئات الألاف بما فيها والألاف بما فيهم بالكيمياوي وعشرات الألاف ذبحوا ذبحا داخل السجون مع من كان سيمضي سيدنا الحسين مع من إذن في الحقيقة كانوا يبيعون الأوهام يبيعون الأوهام بالاستضعاف والحسين والآل البيت والحقيقة شيء آخر وكان رأي في الحقيقة خاصة بعد سوريا قبل ذلك كنت دائما أحاول أن أقول أوكي العراق كان صدام حسين بدأ الحرب ضدهم ممكن بالنسبة لهم هذا نوع من الانتقام أوكي أفغانستان كانت طالبان دخلت معهم في خصومة وفي وقت معين اعتقلت لهم عدد من دبلوماسيين ومنظر حتى قتلتهم فربما كان عندها حق إيران ترد على طالبان وتعاون باحتلال أمريكا خرج كان أنا ذاك واحد اسمه حبيبي كان نائب رئيس خاتمي خرج في 2011 أو 2012 قال نحن مكننا أمريكا من احتلال العراق وقبلها من احتلال أفغانستان تعاوننا مع أمريكا في احتلال أفغانستان وفي احتلال العراق لم يكن تعاون شرط مباشر لأن كان يتم عبر طرق خلفية وعلاقات خلفية وبالفعل ساعدت إيران والآن حتى في بعض كتابات مسؤولين أمريكيين يقولوا أن الإيرانيين ساعدون في أفغانستان كما ساعدون في العراق إذن خطابات نتع نتعال البيت والتضحية والحسين كلها ليست صحيحة مخادعة خادعون بها من يقبل الخداع ما لديه القابلية للاستغباء والاستحمار أنا شوف اللي عندنا 63 خلوا الموضوع الروسي حتى يبقى لنا شوية في المواضيع موضوع الروسي ما فيش أشياء كثيرة اليوم على كل حال وإن شاء الله يكون في اللايف القادم فنخلوه جانبا حتى يبقى لنا الوضع في الجزائري نمضي فيه بشكل أوسع رح نبدأ بالجزء اللي قلت في الجزء الثالث يقسم إلى جزئين جزء يتعلق بجرائم جبار مهنة والمستمرة في منطقة القبائل أساسا وفي تزيوز خصوصا ولكن أيضا في أماكن أخرى اليوم سيكون حديثنا على لنرى بعض الصور هذه الصورة لمن يريد أن يأخذ لها كابتير ديكرا في هذه الصورة أكلي سعدون دي أكلي تيبشارين 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 هذا هو الفيلاج تاو دشرة تاو اسمها تيبشارين فهو من منطقة تيبشارين فكان يسموه أكلي تيبشارين ومعه هو اسمه الحقيقي أكلي سعدون يبدو هنا شخص في نهاية الستينات من العمر ربعا ما خبس وستين سنة 68 سنة إلى آخر وين هذه الصورة هذا هو بارك دي برينس هاو بارك دي برينس أهل تيزوزو كلهم يعرفوه المنطقة أموما كلهم يعرفوه هذا هو بارك دي برينس مبنى فخم وضخم من أملاك أكلي سعدون هو وأبناء لكن ليس هذا فقط عندهم شركات تيلي كمنيكيشن أي سعدون تيلي كوم وهو هنا حطينا رقم تليفون تاحهم وفي الموقع تاحهم العنوان رقم تليفون إلى آخره اسمها سعدون تيلي كوم هذا واحد من أولاده هنا بالأسم موموح سعدون والحقيقة اسمه محمد سعدون وينادوله موموح هذا هو البرزيدن الاسمو 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 ميزيلمان دورون أوكي كانت هكذا كان اسمها 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 الاسمو هذه اسمها الاسوسياسيون جمعية شباب الاسمو الجمعية الرياضية الإسلامية لوهران تقريبا بهذه الترجمة هذه علش الاسمو لأن الاسمو نشأت في 1933 كما الامسيا مثلا كما الامسيو كما جيسكا كما كثير منهم جاءوا في وقت الاستعمار كثير منهم هذا الفرق فلاس ممكن اسمه الحقيقي هو الاسوسياسيون سبورتيف ميزيلمان دورون لكن في السبعة وسبعين تفتق ذهن الذين مع ابو مديان آنذاك قال لك خلينا من هذا الاسمو فلاس مو لماذا اسمها الاسمو بقيت اسمها ولكن كلمة ميزيلمان نحاوها وإش داروها داروها كيميائي نظن حاجة هكذا الاسوسياسيون سبورتيف لكيمياء حاجة هكذا لكيمياء وهرانو المسيا سمها المسيا مردية بترولي دالجي المسيا وهران سمها المسيا مردية بترولية دوران جي اسكا سمها سمها الجيت جناس إلكترونيك دوتيزي وزو الناس ما كانتش أنا نذكر أنا هذا الوقت عمري كام في هذا الوقت 14 سنة يعني كنت نتبع شوية فوتبول وككل الشباب جزائري ككل طفل بدأ في شباب طبعا لما بدلوا هذه الأسماوات ولينا ما نقدروش نعرف هذا الفرق اللي كنا نتبعوهم وكنا نشوفوهم صحباش يوري لك ما غيروا أسماء كثيرة جدا هكذا جاتهم في بالهم من لازم يغيروها لنا حتى نحو من هنا لم يبدو مرعة نحو كلمة مرعة نحو كلمة ك tester المسية ويمكن مولدية شباب подход مولدية شباب شباب مولدية المولدية شباب لكن نبدلوا الام بيا الام سي أو هات ال Saints أنا شخصيا كنت ناصر الام سي L'Ay Shield عندما تحصل ي甚 about السuais or لو يسمو هنا الامبية يبدلوا لك اسمك ولا يبدلوا لك اسم حاجة تحبها ما عندكش علاقة بيها تولي يعني ينقطع هذيك العلاقة ويكسروا هذيك الرابط تلاعبات سياسية حتى في تسمية الفرق المهم لاسموا اليوم للأسف رأو فريق متعثر في كثير من الحالات بالرغم أنه كانوا واحد الوقت يلعبوا مليح يرأسوا هذا موموح أو محمد سعدون ويعرف باسم موموح لكن في وهران ما عندهمش هذا فقط عندهم حاجة هكذا يسموها لابياي مارميت لابياي مارميت أعزكم الله ما كان سامحوني على العبارة لكن هذا هو لازم نستعرف الوصف هو كباري وهذه لابياي مارميت جابوها كانت موجودة في الحقيقة في تيزيوزو ثاني كان عندهم حاجة اسموها لابياي مارميت لكن صحنا نحكو عليه واحد القصة يعني يعني لاش غلقوا من تيزيوزو وتجهو الوهران هذا واحد من الفنادق متاحهم أيضا وهذا البوري باش نظن هذا الاسم دينه على وحد الاسم الفندق نظن كانت فندق سويسري شهير نظن إذا ذكرتي جيدة اسمه البوري باش إذا ذكرتي جيدة حتى أن نظار إذا أنا متذكر مني نظار كان يبات فيه أقل غرفة فيه دور ما بين 1500 أورو فما فوق للليلة الواحدة بأموال شعب جزائل كان اسمه البوري باج أو حاجة مشابهة وما ثاني عندهم البوري باج لهذه العائلة التي تسمى عائلة سعدون عائلة سعدون هي تحت الحماية الكاملة والشاملة أنت عجب بارمهنها مش من الآن منذ سنوات طويلة منذ التسعينات في الوقت اللي كان فيه الذبح ذبح الشعب الجزائري تهجير الجزائريين من مناطقهم خنقهم سجن أبنائهم عن حقه وعن باطل اغتصاب نسائهم قتل أولادهم كان هما منهم كان يشري كان يشري الشركات بتاع دينار رمزي بتسعينات رك متفكرين يشريوا في الأراضي بدينار رمزي كثير من المجازر اللي قامت في ضواحي المدن الكبرى كانت من أجل الاستلاع على الأراضي أراضي المساكين فلاحين والقرويين يعني كانت عندهم أراضي وكانت المافيا تريد هذه الأراضي واش تدير لهم؟ دير لهم مجزرة باسم الجية وروح وخليهم يهربون بعد ودير الإرهاب ما الإرهاب وإلى آخره فكثيرين يعني مش هذا فقط كثيرين استفادوا من الحرب القادرة حرب التسعينات واللي كانوا واحد مثل شنقريحة ومثل جبار مهنة وأمثالهم يعني اللي كانوا في مناصة مهمة ونزارة حالة توفيقة والأقليق كلها كانوا ماذا به ما تتوقفش علىه تجيب لهم أراضي وأموال وسلطان ونفوذ وأصبحوا مارباب البلاد والدبابات منتشرة والناس مرعوبة وإلى آخره خلي الإرهاب هذا يستمر إلى الأبد ولذلك حتى حينما انتهى هذا الإرهاب كل مرة يخرج لك واحد من أدرار واحد من تامراست واحد من باتنة واحد من بجاية كل مرة يخرجوا لك باش يخليك دائما تحت الضغط أنه لو كان يخطوك وهم مارك انتهى يدب حق الإرهاب بينما تتأكد يوميا أن أكثر من 90% من الكوارث ليسرعت كان هم يقومون بها وحيلا جماعاتهم مباشرة مش حتى مخترقين جماعات إسلامية لا تاحهم هم على كل ما زال يأتي وقت نتكلم في هذا الموضوع أكثر خلينا نشوفوا أشياء أخرى بالنسبة لهذا إذن إذن إنتربيز تيلي كومنيكاسيون في تيزي و الزو واحدة أخرى أيضا و في الباتيمان في الجيني وإن كاين مكتب لديس المقر الرئيسي الذي من خلاله تشري في جماعة غانو غانو جبار وربيع شلبي ومجموعة التي ذكرتها المغلفات هم ربعة ولكن حولهم مجموعة أخرى كان هما أيضا جماعة هذا لفامي سعدون كان عندهم هناك مكتب في نفس المبنى الآن سوف نغلق هذا المكتب وعندهم هذه الترقيات العقارية في عدة مدن خاصة في وهران وفلاكابيلي مرة أخرى نهار اللي خرجوا هذه القضية وقال لك اجتماع إسرائيلي فرنساوي مخابرات خارجية الفرنسية والمخابرات الإسرائيلية والمخابرات المخزن اجتمعوا في تل آبيب ولضرب الوحدة الوطنية في منطقة القبائل والعاصمة ووهران كي خرجت هذه المعلومات ما كانش عندي كل هذه المعلومات كان عندي جزء منها لكن مش كلها لكن كلما تراكمت لدي المعلومات كلما عرفت أنا كنت بديت نتكلم عن الموضوع لكن ما كانش عندي خاصة تعوهران كان ما زال ما وصلتني كل التفاصيل فلما وصلتني تعوهران قلت جبار مهنة داهم في الوادي راح رعب الجنرالات وكذا باللي راح عندنا والصهاينا راح جمعوا المخابرات المغربية والفرنسية باش يديروا مؤامرة وجابتها الشروق وجابتها الخبر الكبيرة وبعد جابتها الأسوار والوطن وانه مانيش عارف وهي في الحقيقة فقط لانه شعار بالرعب لما دخلت له للملفات الداخلية وشفت فيها جزء صراحة باش نقول لكم جزء جاء من عند الأحرار وجزء أساسي جاء من عندهم يعني برك باش تكون ف لانه خصومات كبيرة ونضرب بيناتهم ونضرب بيناتهم كبيرة وانا ما عنديش مشكلة لما نتأكد من المعلومة ونقولها ويبقى دائما نقول ونعاود اللي عنده رأي آخر حتى من هذون اللي يندكرهم بالأسماء يتفضلوا يكتبوا لي أو ينشروا يقولوا ها هو رأينا أنا ضدك انشر عندك وانا سأنشر احتراما للرأي الآخر حتى لو كنت متأكد مية في المية أنهم يكذبون لكن ننشروا جهة نظرهم رح ننشرها حتى هذا الله فهم يساعدون ومن معهم وكل الأسماء اللي ذكرتها أنا عاود نكرر كلكم عندكم الحق باش تراسلوني وباش ننشر ما تكتبون سوى تبعثوا فيديوات لمن يريد أن يجعل فيديو ويبعثوا أو تبعثوا كتابات سوى موقعة بالأسم توقعوا بأسماواتكم يعني لازم فقط الأسماء اللي ظهرت بالصحي لا قلت لي باللي ما تظهرش أسمي وش نحن نظهر أسمك وأنا وصلت المساعد إذا جاءت أي رسالة وقال لصاحبها لا تظهر أسمي ما يظهرش أسمه سنحترم ذلك لكن لازم الأسماء اللي التي ضكرت بما فيهم جبار معنا إلا حب يراسل معناش مشكلة فسعدون آكلي طبعا عنده كما قلنا عنده مموح ولكن مش مموح فقط عنده ثلاثة ثلاثة أولاد في الحقيقة مشرفين عنده أيضا أنتربريز كبيرة متاع السيراميك تستورد السيراميك إضافة لعدد من المشاريع في الإيموبيلي سواء في الكابيلي ولا في وهران وأيضا لكله بتاع الاسمو كما قلنا تعوهران وهو من تيب شيرين من ولاية زيوزو ويعرف بآكل تيب شيرين معهم ربيع شلبي اللي هو اسمه الحقيقي مولى شلبي في الحقيقة لكن معهم ربيع شلبي وربيع شلبي من بين الأمور اللي يقوم بها ربيع شلبي جزء من جماعة لاديس دونك ينسق بيناتهم مع لاديس ولكن أيضا ربيع شلبي مكلفينه بأشياء أخرى لأن هذه العائلة يقوموا بترتيب وهذا في الحقيقة الآن عند حرقة يعني عندي شهادات تحرقة يقوموا بترتيب الحرقة عندهم بواخر أغرونج بيتاس عندهم ما ذوك ميش البوطي هذا اللي يغربوا به الناس اللي يمساكن دائما يغرقوا لا هذون عندهم الليكس والليكس هذا لا يقل الهربة فيه لا تقل عن 6,000 أوروب إذا تحب تروح في الليكس مخاطر أقل ما يحكموك فهم من بين مش هما وحدهم مش ساعدون فقط لكن موجودين ساعدون هذون أيضا في تهريب البشر إلى أوروبا خاصة إلى إسبانيا وفي الغالب تتم هذه الأمور من وهرا طبعا مساكن البساطة كما شدنا واسف وشدنا عماكن أخرى يغرقوا مساكن يعني أو أنت بجاية أو أنت عنابة أو أنت مستغان يديروا رواحهم بوطية وحدهم في الغالب يغرقوا لكن إذا عندك دراهم ومستلف أورو والفوق ممكن تروح في رحلة فخمة رحلة كما تتقال بالإنجليزية ففيها أيضا مشترك مولا شلبي المعروف بربيع واللي عنده دور كبير جدا في موضوع جيس كا وفي موضوع لديس وفي المخدرات هناك وكل هؤلاء اللي ساعدون اللي ساعدون بير اتروافيس عندهم أوتل يسمى Le Pond de Bourgie Le Pond de Bourgie وعندهم أوتل نيفرلند طبعا نيفرلند نيفرلند اللي تكلمت عليه بما فيه موضوع أي تدير جمال اللي معروف بجمال دامانو والموت انتاء اللي مشكوك فيه تماما ويعتقد أنه اغتيال قاموا به هناك المجموعة هذه لأسباب متعددة إلى آخره من قبل طبعا هذا اللي ساعدون كان كان معروف في سوق تزيوزو السوق القديم يسموه تاني لكوربو وكان مع باباه وكانت عندهم رستوران سبيسيال بل الناس الكبار يتفكرونها يسموها الدوارة على الابوك كما كان ملك اللوبيا مثلا على ريطنجي مثلا شارع طنجة في العاصمة واستفادوا طبعا تم تدمير السوق القديم واستفادوا من قطع أراضي في تل عثمان تل أحتمان أحتمان بل أحتمان أحتمان ربما احتمال كبير هي أحتمان وقلنا كانت عنده لابياي مارميت في تيزيوزو بعدين صرافها في هذا لابياي مارميت وهو مرة أخرى سمحوني العبارة لكن للأسف مدم ننقل في شهادات لازم نقولها وكبار يا عزكم الله في هذا في مارميت تيزيوزو اللي بعد نقل نفس الاسم لوهرام حدثت عملية اختيال لمن لي عقيد عقيد كان هناك يبدو أنه عنف وضرب وتعامل مع واحدة من بايعات الهوى هناك من الفاجرات في هذا يستخدموه للأسف يعني ومثل غالب ساكن بنات ويدوهم نتيجة للفقر أو نتيجة للينا بدخلهم في لادروغ أو أسر كثيرة تم تدميرها هكذا فكان تعامل معها ربما بطريقة بشعة فنحات لسلاح وقتلتهم وهذه بعد هذه الواقعة هذه الواقعة عندها عدة سنوات غلقوا لابياي مارميت في تيزي وزو واضطر هو بش ينقل بتوصية من جبار مهنة شخصيا أن يوصل أن يوسع وهذه فرصة بش يوسع شغل في الغراني طبعا في وغران ليس كذلك هو كثير هذه الواقعة وهذا الكبار عزاكم الله كثير و لم يكن واحد مورا الجنرال كل ما تشوف مرقص بوات دونوي أعرف ما سوف خلفها جنرال لم يكن بدون جنرال لا تفتح جنرال تذهب لفرص معين وفي الغالب جنرال المخابرات يطيح مرات يطيح هذا يأتي واحد آخر مرات قليلة جدا وأنه يكون عقيد فقط عقيد مخابرات بصح لازم العقيد يكون قوي جدا ليس جنرال قوات الجوية البحرية لا 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 لازم جنرال مخابرات أساسا إذن كان صراط هذه العملية والتي أدت إلى غلق ذلك الوقت اللي كانت في تيزيوزو وانتقلت إلى وهران كان هنا أشياء أخرى كثيرة وكثيرة جدا حتى على هذه العائلة بالذات وعلى هذا اللي يساعدون لكن أنا أصلا نصلنا إلى 82 دقيقة رح نتوقف هنا وإذا لازم الأمر رح نرجع لها إن شاء الله أيضا والحقيقة أنه كلما بديت في هذه الشهادات جاد شهادات أخرى وأكثر ها كالمرات وإنحب ويبعثوا لي حوائج هكذا كما يقول لك بشي يتوهون يعني يعني يبعثوا لي حوائج غالطة ونقدر نميزها يعني بعد ما نشوف ندير ركوب مون دير الأشياء ومع غاوش عندي في وشان يعني عادة من هذه المصائب نقدر نميز ها لكن نقدر نقول بالـ 80% من الأشياء اللي أرسلت لي ومن هذا الموضوع لعلنا نرجع له إن شاء الله لسبوع القادم ونعود إلى الزيارة الله جاتني في ذهني وأنا نقول لكم عملية سيف الحجاج تعرفون أن هذه عملية سيف الحجاج هذه كان أعلنها شنغريحا في لويتيان بيبي في التسعينات خلونا خلونا أن أروح آخر أيضا زيارة تبون التي قالت عليها الصحافة العالمية أشياء أنا فوجئت صراحة فوجئت فوجئت حجم التغطية العالمية بشكل ربما ربما اليوم نقول سمحني يا تبون أنا كنت غلط فيك لنقرأ بعض العنوين نقرأ هالكم مقرجمة دعا المستثمرين من روسيا والعالم للاستفادة من التحفيزات الجزائرية تبون لا لتسييس القرار الاقتصادي هذا في إحدى الجرائد العالمية كلمة الجرائد العالمية في جريدة أخرى نحن أحرار وسنبقى أحرار تبون يختتم زيارته لروسيا برسالة إلى العالم في عنوان آخر الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون كذلك شراك استراتيجية معمقة بين الجزائر وروسيا في جريدة في جريدة أخرى عالمية الجزائر روسيا شراك استراتيجية معمقة وتطابق تام للرؤى في جريدة أخرى الرئيسان تبون وبوتين يوقعان إعلان الشراك الاستراتيجية العميقة وفي جريدة أخرى نهضة اقتصادية في الجزائر والروس أمام فرصة تاريخية وفي جريدة أخرى زيارة تاريخية للرئيس تبون الرئيس تبون آل جزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا فلاديمير بوتين الرئيس تبون زعيم يحترم مصالح بلاده بروتوكولات مهيبة في استقبال العظماء للرئيس تبون بقصر الكريملين وفي جريدة أخرى الجزائر أصبحت وجهة استثمار واعدة الجزائر شريك محوري لروسيا في إفريقيا والعالم الجزائر وروسيا توقعان إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة وفي جريدة أخرى باش منطورش عليكم روسيا تقبل وساطة الجزائر مع أوكرانيا التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة في الجزائر وروسيا وعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بوتين الجزائر تحتل الريادة بين الشركاء روسيا في القارة الإفريقية أخينا الجزائر صراحة هذه الزيارة راي قلبة العالم يا صاحبي يا صاحبي هل تبون خرجنا إحنا ما كناش نضمنه هكذا صراحة نحبس قاعد اللايبات ونسحب اللايبات القادمة وربما حتى نعتذر له إذا كانت الصحافة العالمية تقول عليه هكذا وكيفاش وكما لا عنده الحق كما قالها مرة قالك العالم قاع ما اعترف بنا غير هذو بعض الناس هذو من ولاد البلاد اللي اللي مش عارفين قيمة البلاد وقيمة النظام الحكم بكل أسف وألم يكاد لا يذكر اسمه في أي صحافة أو صحيفة عالمية علش نقول بكل أسف وألم للجزائر لأنه هو المفروض محسوب رئيس الجزائر اللهم إلا بعض الكتابات الصغيرة بعض الصحف الفرنسية كتبت هكذا بعض القطاع قال كتبونوا الزيارة هذه وربما رتكب أخطاء في حديثه مع بعض القصصات في بعض المواقع بينما هذه الجرائد اللي كنتم أقرأ لكم فيها واللي أنا باستهزاء قلت لكم جرائد عالمية هاي هاي الجرائد العالمية هاي اسموتها هاي واحدة مثلا اسمها الخبر هاي الثانية اسمها السياسي هاي الجرائد العالمية اللي كنتم أقول لكم الثالثة اسمها أخبار اليوم الرابعة اسمها الجزائر الخامسة الوسط وجبت لكم هذو اللي صادرين بالعربية واش ممقاش نترجم لأنه أيضا النسخ انتاحهم المفرنصة صادرة بعناوين مثل هذه وأكثر من هي هذه جرائد؟ جرائد الريع الجرائد التي يأكلون في بطونهم نارا الذين يأكلون عموال الشعب الجزائري لم تعود صحافة قد يكون هناك صحفي هنا أو هناك صحفية أو صحفية لكن هذه جرائد أصبحت مئة بالمئة بواق يعني حتى في عهد بودفريقة مثلا كان 80% ولا 85% بواق في عهد التسعينات كان 90% بواق الآن 100% بواق يعني مقالوهم باختصار بسيط ليه ما يكونش بوق ويتمسح للرونجيرس والواجه المدني نتعلي رونجيرس نجعله حياته جحيم نغلقونه الجرائد نجيبوه نبعثوله نبعثوله الفيسك نبعثوله الضرائب نجيبوه نجيبوه الديون وراء قاعدتكم ملفات أخلاقية نجيبوها لكم إلى آخره فخلاوهم الآن مصيبة خلاوهم أبوخ بأسة وهذه أضرت بالعصابة الحاكمة لأنه كونجة وأذكية حقيقة بوتفليقة كان أذكى منهم بوتفليقة كان مخلي هذه العشرة في المية انتع انتقادات هنا انتقادات هناك الناس كانت تقرأ مرات هذا الجرائب أو تتطلع عليها أنا شخصيا في الفترة هذه كنت مرة مرة نتطلع عليها مرة مرة تلقى ما قال معقول مرة ما تلقى خبار مليح مرة مرة جايب يندوس إلى باس معقول معقول بالمستوى تعرضاء السائد في الجزائر الآن هذا أنا متأكد باللي ربما السردين كاش نهار ما يتبعش فيهم يعني أبواق بشعة طضيعة يصوروا في بوتين هذا وكأنه حاكم الصين أو حاكم ألمانيا أو حاكم أمريكا راح كان نقطة هكذا في جدوى الأعمال تابوتين وحتى هذه الصورة اللي بانت وتليفزيونات اللي جايبينها هذه كلها ريتمت في ظرف ساعتين واستقبلوا بوتين في اليوم الثالث وبعدين بوتين هذا شكون هل هو بوتين نتعى لالفين وخمسة عشر أو لالفين وعشرين أو حتى لالفين وعشرين لا هذا بوتين نتعى ما بعد الحرب في أوكرانيا اللي عشرات الآلاف من الشباب الروسي قتل مئات الآلاف من الشباب الروسي وغيرهم حتى من الأجانب جريحوا ودمار هائل هذا فقط كنشوفه الشباب الروسي بما فيها الأسلحة طبعاً الأوكران نفس الشيء لكن الأوكران في نهاية المطاف يدافعون عن أرضهم فهم عندهم قضية لكن بالنسبة للروس أي قضية عندهم لهم إلا أن بوتين كان يشوف باللي أوكرانيا هذه والغرب ممكن جرى للحلف الأطلاسي ومن يشعر نفترض وقع هذا الكلام صحيح بتصريح بتصريح زعيم فاغنر قال كانت أوكرانيا ربما لا تملك ربعين ألف مقاتل يستطيعون أن يقاتلوا بشكل جيد الآن عندهم جيش في أكثر من أربعمائة ألف مقاتل شرس هذا بتصريح زعيم فاغنر نفسه وكثير من الكتابات العالمية بالمناسبة وهي بعض منها موالي أو مش موالي على الأقل مش معادي للنظام الروسي يقول لك أن أوكرانيا أقوى من أي وقت مضع هذا من جهة من جهة أخرى في لندن ضمت للحلف الأطلاسي ولم تكن جزء منه سويد ستنضم للحلف الأطلاسي ولولا أردوغان لرهم عطلهم ولكن مع ذلك سينضمون ومهما طال أردوغان في النهاية الآن سنسكتوه ببعض الأشياء في مساحة بلاده على كل حال وستنضم السوداء السويد ربما قبل نهاية سبتمبر قبل نهاية العام مؤكد وهذه البلدان التي تعلق البلطيق وكذا اللي كانت مرعوبة وخايفة وكذا الآن فيها قوات أمريكية وغربية غير مسبوقة وطائرات ودبابات وبولندا وأمريكا تضع سلاحة في أوروبا كما لم تضعه منذ الحرب العالمية الثانية وأشياء أخرى كثيرة إذن هذه زيارة تبون لبوتين هذا بوتين جريح حتى لا أقول غريق وفي نهاية حتى لو ينتصر في هذه الحرب فروسيا من ناحية الاستراتيجية هزيمة من ناحية التكنولوجية ستمنع عليها ومنعت عليها 300 مليار دولار الأمريكان الآن يناقشوا باش يمدوا 300 مليار دولار اللي هي مجمدينها المريكان ودول أخرى الآن باش يخرج قانون تسلم لأوكرانيا 300 مليار دولار كل خسار أوكرانيا لحد الآن قد لا تصل 300 مليار دولار 300 مليار دولار أوكرانيا تعود تبني نفسها من جديد بالمال الروسي اللهم إلا الروسي يقول لك أننا نستخدموا النووي من بعد نضربوا أمريكا وأمريكا تضربنا وانتهى الموضوع وأشياء أخرى كثيرة مئات الألاف من الشباب الروسي هربوا من روسيا مئات الملايين من الدولارات مشي تعل حكومة روسية تعل أوليغارش اللي هما أصدقاء بوتين تم تجميدها في الغرب لأذكياء منهم هربوا بعض الملايين إلى دبي أو بعض المليارات إلى دبي وأشياء أخرى كثيرة لأننا نجي ندير الحصيلة نعم أوكرانيا شبه مدمرة لكن ما تقرش نفسك بأوكرانيا أنت كنت القوة الثانية في العالم وكان الجيش الروسي ذكره ذكر أسمه فقط يرعب الناس الآن ولا يخرجوا الألمان اللي هما بلا جيش يقول لأوكرانيا ضربوهم داخل روسيا تخافوش أرانا هنا هذو الألمان اللي ما عندهم الجيش منذ الحرب العالمية الثانية حتى ماكرون اللي كان يقول ما تحشروش بوتين في الزاوية باش ما يكونش كالدابة الجريحة فيخلبط في كل تجاه الآن أصبح يقول لأوكرانيا ضربوه روسيا داخل روسيا أرانا هنا تخيلوا يعني في هذه الأوقات يروح هناك بوتين تبون ويقول كما قلت لا يكاد يذكروا حتى قضية هذه أن الجزائر مصالحة ذكروا هذا اليومين ذكروا المصالحة أندونيسيا عندها مبادرة والإمارات عندها مبادرة والأفارقة عندهم مبادرة لكن لا أحد لم أجد في أي جريدة عالمية أو موقع عالمي محترم يتحدث على أن هناك وساطة جزائرية طبعا أنا هذا يقلمني ماذا بي كونجة الجزائر هي هي الأرفع والأقوى في العالم يعني كما ذا بي أن الجزائر هي اليوم هي في مكان الولايات المتحدة أو في مكان الصين أو في مكان ألمانيا والمنطقة المغاربية ككل لكن بيع الأوهام يعني هذا مثل هذاك اللي مسكين يعود خاص قارو والله درك الناس اللي رأي تأخذ المخدرات خاص دوز يجيب له أي دوز حتى لو كانت تكون مطراخيكية يديرها خطرش يرى خلاص يستنى في أي حاجة مش قادر يتوقف على الدخان أمام الله فقائن الجزائريين مساكن يشوفوا باللي الجزائر خاصة في هذه الخصومات مع الذباب من جهة المغرب والذباب من جهة الجزائر ومرات مش حتى ذباب مرات ومناسوا دخلوا في المعارك فماذا بيهم هذه الجزائر تبانوا كأنها هي الصين لكن هذا مش حقيقة والحقيقة أن كل مغرب كل الجزائر في زجرة مضعف ولكن المصيبة تعتبون هذا مصيبة تعتبون أنه يزعم أنه في جمهورية وجهة رئيس مغرب ملك وقال لك أنا هذه الملكية وهذا هو الواقع خذوه ولا تركوه لكن هذا على أساس أنه رئيس ومنتخب وين المنتخب ما كان الانتخاب لا أولو وكوارد كوارد في حديث وفي خطابات سوف نرى بعض المقاطع على السريع لكي نقول أن الكثير من الناس قالوا لي ما هي التداعيات بدأت الناس اليوم وقد لقيته هكذا على السريع قال يحكينا على التداعيات را ودينا الكارثة هذا السيد شوفهما هذا الزيارة جاءت بموافقة غربية قالوا له ما عليش الآن نسمحولك بشتور لما قال روح قبل نهاية 2022 قالها هو وقالها العمامرة وقالوها في شحال من مكان قالوا لي نيت ما تروحش وبعدين جات لازم يروح لفرنسا قبل ما يروح لروسيا وبعدين لأن هناك مشاكل في فرنسا سواء تتعلق بالمظاهرات الفرنسية أو خوفهم أيضا من مظاهرات جزائريين ضده وأسباب أخرى والذات ذهبوا إلى فرنسا مستحيل فركبوا زيارة السريع إلى لشبونة إلى البرتغال وهناك تلقى فضيحة وفضيحة البيت وشفنا استقبال ميرتا البلدية وقالت كتب لي قال لي ما شفش استقبال الكبير تعالي ثقافي لشبونة يعني مصدق الموضوع هذا قتلوا وين استقبال الكبير رئيس الوزارة استقبلوا على بابيت رئيس البرتغال هو مكان رمزي ما هو رئيس حقيقي وبعدين رئيس البلدية هو اللي قضى معه ساعة فقط هاي وش وين استقبال كبير طبعا المهم فالتداعياتها كبيرة لكن قبل ما رحوا للتداعيات خلنا نشوف واحد المقطع ايوا السيد والصادة يصدق الكرام الرئيس ما هو السيد والتداعيات تزورك الاقتصادية الدولية في الجلسة العامة خيريا كان موقف من نشاطه من نشاطه وموقف من نشاطه من نشاطه وموقف من نشاطه وموقف من نشاطه سيد راديمير بوتين الكلمة لكم هذا في تقديم بوتين وموقف من نشاطه وموقف من نشاطه وموقف من نشاطه أمنيتنا الوحيدة للبشرية أن تعيش في سلام وأن الرقي يمس المستضعفين حاليا في كل العالم وأن يكون تكامل حقيقي اقتصادي وتقافي بين كل الشعوب في المعمورة ما فيش حرب رابحة كل الحروب خاسرة كل الحروب تؤدي إلى خراب أتمنى للبشرية كلها السلام والآمان والرفاه وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين الذي هو معتدر جدا في تدخلاته الذي سمح لبلدي أن يقوم بوساطة في حل حالة إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا وأنا أستخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله مثل الجزيرة فحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا شكرا كاش مفهمتو حاجة فهموني في البداية يتحدث عن الحروب وأن كل حروب تؤدي إلى الخراب ونفيش منتصر في الحروب إلى آخر وهذه اللي يقرأها تبنبع كأنها هجوم على بوتين لأن هذه الحرب بدأها بوتين لكن مباشرة ينتقل ويقول بوتين رجل معتدل وهو صديق للعالم يعني هذي راح ينصدقوك فيها السوريين والله يصدقوك فيها الشيشانيين باش نذكروا غير هذون والله يصدقوك فيها الجورجيين باش نحكو غالع لها الثلاث دول والدولة الرابعة هي الأوكرانيين نحكو على هذي الأربعة في العشرين سنة هذي اللي حكم فيها بوتين أو عنده حكم 24 سنة الآن من سيصدقك؟ هل السوريين اللي يقتلوا بعشرات الألاث تقول لهم بأن بوتين صديق للعالم؟ أم الشيشانيين اللي يقتلوا بعشرات الألاف وقتصبوا بالألاف نساءهم؟ أم الجورجيين اللي هي قصة أخرى أيضاً؟ أم الأوكران الآن اللي يشوف العالم عن المباشر؟ طيب خلوها جانباً هذه واش قال لك ثانين بعد؟ أن روسيا والجزائر محبة للعالم ها؟ نشوفوش قال فخامت رئيس بوتين أنه صديق للعالم كله مثل الجزائر فحنا نحب العالم كله إلا من يوهدينه صديق للعالم كله مثل الجزائر هنس الجزائر لأنك الجزائر هي أسيرة عندكم أنسى الجزائر شعبها قال تبوني مزور جابوه العسكر مكاش الشرعية وقبل أنت بيجيبوك قال مكاش اتخابات مع العصابات وبعدها قال مخابرات إرهابية سقط المافيا العسكرية دنباش كلام الجزائر موش صحيح والدليل أنك ما لا تستطيع أن تزور أي مدينة جزائرية وقلتها البر عودها لك صرت لربع ناتيرات بعد ما حرقها جبار مهنة قال لك رأي محروقها لقد كانت مشكلة لقدر جئ وجيت بالليليكروبتير وجبوه كل الطائرة وزرت وحرن بالطائرة تتنقلت فيها بليليكروبتير هادا مكان بينما رمزار يسمعون فيك صحاب الجلفة وصحاباتنا وقدماء الجيش ولكلمة هنا تنفيذ أطنان وعملون يسمعون فيها مدام الجزائر صديقة العالم لماذا الجزائر هذه لم تكون صديقة شعبها مدام النظام قابل الجزائر بريئة منكم ماذا تيقول تلك صديق العالم بسم الجزائر لما تكون صديقة الشعب لأن النظام هذا لا يكون صديق الشعب لماذا تذهل للعالم إلى الفيتنام يا أو الهندي الصيني أو الأمريكي أو السويدي أن يكون صديق الشعب الجزائري التي يعاني معاناة مرة وأنتم أن يرى me ryckling Ron's brothers bdyn him oornin o Columb наверное ويجمعون في الراين باش يهربوا برك واللي مش قادر يهرب للمخدرات الجزيرة اللي راح يغرق بكل ما تعنيه الكلمة وراح تتكلم على ستارتاب ثم نهار اللي كانت الانترنت مقطوعة في الجزيرة باسم الباكالوريا اللي بالمناسبة فضايح كبيرة جدا ان شاء الله نتحدث عليها في اللقاء القادم كثير من المواضيع تضغط عليها من قدرش نتكلم عليها كلها ومن قدرش نزيد نشدكم اكتر من ساعتين اذا في الوقت اللي كنت تكلم فيه ستارتاب والاقتصاد والجزيرة يمنفاتي حتى كانت الانترنت مقطوعة باسم انكم تحاربوا في الغش تاع الباكالوريا والحقيقة انه غش عارب اكتب لي واحد سيد من وران على تفاصيل الغش شيء رهيب قال لي تقريبا كل المواضيع كانت في الليل الموضوع اللي يكون القدوة الصبح في الليل راح يدور في الجروب في الانترنت تعواتصاب وتع ميسنجر ورام يحلو فيهم وكل المواضيع الموضوع الاول والثاني والثالث لانه مرات يديروا الموضوع الاول رئيسي وبعدين يديروا الموضوع احتياط الى خرج الموضوع الرئيسي يخرجوا الاحتياط الاول ومرات يديروا احتياط ثاني وكاين مرات ونصلوا لثلاث احتياط كل المواضيع كانت تخرج هذه بطاية الحال هذه لازم تكون جهة مركزية هذه ليس لعبة تعذراري هنا ولا لهيه هذه جهة داخل السلطات الحكم وهي اللي قامت بتدمير هذا الامتحانة على الباكالوريا والكثيرين في كثير من المدن كانت فيها كانت فيه غش رهيب موضوع ربما نرجع له فيه اختر اخرى اذن كنوا استقع مع شعبكم خلوا شعبكم هذا بدلا ما رأيكم ديلوا له البراجات في كل مكان لدوضان في كل مكان هات لكارت في كل مكان القمعة على السلطة القمعة على الدرك الضغط هذا الرهيب على الناس كونوا حسوا باللي هذا الشعب ما يستحق شعركم متحولوا فيه كله الى امراض امراض نفسية وعقلية وجسدية الناس تصاب بامراض القلق وامراض الغضب لماذا ما تكونوش اصدقاء لشعبكم ولماذا ما تكونش الجزائر والمنطقة اصدقاء لإخوانهم لأن المنطقة هذه كلها احنا شعب مغاربي واحد ليبيا الموريطانيا المغرب تونس الجزائر هذه كلها منطقة واحدة تشترك في كثير من الأشياء شوف الجزائر في قلب المنطقة المغاربية المنطقة الغربية الشمالية تداخل مع المغرب بحدود كبيرة جدا وقبائل وأسر المنطقة الغربية الجنوبية تداخل كبير مع موريطانيا ضيفي المرة الماضية محمد مختار شنقيتك كانت تحكي على أن قبيلته فيها جزء في موريطانيا وجزء في تيندوف شناقطة واخوالهم إلى آخرها في الجنوب في الجنوب المنطق متداخلة مع مالي والنشر وتوارق والقبائل اللي موجودة هناك إلى آخر كلها متداخلة مع إخواننا هناك في ليبيا وأنا أشهد على ذلك المناطق اللي على الحدود ما بين الجزائر وليبيا ما تقدرش تفرق الليبي من الجزائري لا في اللهجة ولا في نفسها يعني أما في تونس فطبعا معروف والجزائريين اللي في الشرق تشعر أنهم توانسة كما توانسة يشعروا أن توانسة اللي في الغرب أنهم جزائريين ليش ما تكونش هاد الأمور تع صداقة تع المنطقة علىهم كهر بينها والحدود تعنا مغلقة وكأننا كوريا الشمالية وصراعات ما لا تتوقف وإلى آخر وجيشنا 500 ألف تقريبا عسكري مشتت على الحدود وأموالنا تصرف تروح لتجار السلاح بدل ما تصرف على لا فراسري كتير هذه الهشة لكتح أمطار تغرق الناس بدل ما تصرف على المستشفيات الخراب والمدارس الخراب والجامعات الخراب والطرقات الخراب راي تروح لجيوب تجار السلاح ولجيوبكم كونوا أصدقاء مع الشعب الجزائري ومع محيط الشعب الجزائري اللي هم كل هم أشقاء بشكل أو بآخر إما أشقاء يجمعون معهم كل شيء مثل مغاربة خاصة أو أشقاء يجمعون معهم أكثر الأشياء مثل التوانسة والموريطانيين والليبيين أو أشقاء يجمعون معهم على الأقل الدين مثل مالي والنيجر للأسف ما تقوله كله كذب لكن كان حاجة نتمنى المساعد يكون بعثها لي وهو نشوفها ما تبعث هذه المساعد أو كان جاءتني مكان آخر بوتيني بوتيني خاطب العالم برك باش نذكر المساعد يعني باش يبعث لي بوتيني تكلم إلى ركمة ذكرة بوتيني تكلم على بايدن ويقول لي إذا كان بايدن ما بايدن هذه المساعدة هنا بعث اللي بالنسبة لأسعار الأغنام قال لي أن أسعار الأغنام تتراوح هنا هذه في بلد أوروبي ما بين 180 أورو و350 أورو هاي ها هو المقطع هنا اسمعوا هذا المقطع وشوفوا شوفوا بوتين في الأخير ها شوفوا بوتيني تبوني سطفق بحرارة لكن وش قال خلينا نشوف وش قال هنا باللغة الروسية لنقرأها ترجمة بوتين نحن سنفعل ما نرى أنه مناسب مع مصالح روسيا وشعب روسيا والجميع سيتعين عليه أخذ هذا بالحسبان كان يخاطب بايدن قال لي ما نمشح نقول بايدن وش يدير وش ما يدير لكني سأقوم وسأفعل ليخدم روسيا ومصالح روسيا والجميع عليه أن يفهم هذا منطقي ليس عليه أي شيء بالنسبة لبوتين لكن عندما يصفق عليها تبون بحرارة بوتين هنا سيقول بلسا يدافع على مصالح روسيا وعلى الشعب الروسي وهو يخاطب مباشرة في بايدن في الرئيس الأمريكي الرئيس الإمبراطورية هذا بيناتهم هما بين بايدن يهجم بوتين بوتين يهجمه إلى أخير لكن عندما تصفق بحرارة يا تبون يا تبون السفيح الذي لا يفهم شيء في هذه الأشياء المفروض في واقع مثل هذه لا تصفق لأن التصفيق هنا معناها متفق تماما مع الموقف الروسي في الحقيقة أنت قلتها في مقاطع هنا باش منطولش كثير على الناس قلت بأن موقفنا تماما رؤانا مشتركة مع روسيا واذكرت ليبيا هل نعود نرجع لك ليبيا مثلا ومالي ذكرت في ليبيا ومالي والبارح كنت لمن يريد أن يسمع المقطع باش منعودوش يرجع للايف تعال بارح وقال بوتين تبون بأنه مع الموقف الروسي في ليبيا ومالي علقت عليهم في اثنين من منظور مالي وليبيا لكن اليوم خلينا نعلق عليهم من منظور آخر وهو منظور المتواجدين في ليبيا متواجدين في ليبيا من هم من جهة الإمارات والسعودية ومصر وفرانسا ومن خلفهم كلها إسرائيل يدعموا في حفطر من الجهة الأخرى القطريين والأتراك يدعموا في الحكومة التي تسمى الحكومة الوحدة الوطنية اللي هي حكومة طرابلس والأمريكان شادين مرات يشدوا لأسامة الوسط ومرات يضغطوا حسب مصالحها الإيطاليين أيضا ما مش معها هذا الجهة ومش مع هذا الجهة مشاكلهم من نوع آخر أنتا الآن كيفاش تكون كي تقول باللي أنا نقف مع الروس في ليبيا معناها رك تقول مباشرة الأتراك راني عدوكم أتراك والقطريين معنا الأتراك والقطريين يقدموا لك في دعم كبير شديد منها على سبيل المثال بركي تركيا اليوم تمنعنا من دخول تركيا يعني كثير من الأحراب ممنوعين من دخول تركيا أنا واحد منهم لسبب أنها لا تريد أن تزعجكم عن بينكم وبينها مصالح وأموال ومليارات وتجارة وبزنس إلى آخر أموالات الأتراك يقولون لك إذا مشيت مع الروس في ليبيا رغى مشكلة هذه إذا مشيت مع الروس في ليبيا مشكلة إذا لمشيت مشكلة أيضا لأن الروسي يقولون لك رك تعهدت في موسكو بأنك مع الموقف الروسي وخاصة الجراح الروسي اللي يقودوا شنغريحا رح يضغط باش يكون مع الروس في ليبيا والذهاب مع الروس في ليبيا هي ضد مصالح الجزائر مش فقط ضد مصالح تركيا وقطر اللي هم يدعموا فيك يعني من بين البلدان القليلة اللي زورتها انت هي قطر وتركيا قطر زورتها مرتين والأمير القطري جاك مرتين واردوغان جاك مرة وانت رحت له مرة على الأقل إذن مش فقط نتيجة للعلاقات اللي موجودة بين نظامكم وهذه الدولتين ولكن أيضا الروس رح نيقول لكم إذا مشيتوا مع الروس مشكلة مع الأتراك والقطريين وإذا مشيتوا مع إذا بقيتوا كما هو الموقف لكن إذا مشيتوا مع الروس هذا محادي المصالح حفتر قال بصريح العبارة والناس يستطيعون أن يجدوها قال أنه كشنهار يدخل على الجزائر واش يحسب روحهم هذا النظام الجزائري ولا الدولة الجزائرية وهدد باقتحام الحدود طبعا تهديدة حفتر ما تروح بعيد نحن عارفين المطافي الجزائري يقدروا ردوا عليه لكن لما يصبح لو يصبح حفتر من بعد للموقف الروسي هو وضع حفتر رئيس على ليبيا أو واحد شبيب حفتر لما يصبح عنده إمكانيات الدولة الليبية ما توليش المطافي تردى لها تولي عنده إمكانيات دولة ودولة ثرية وغنية وتدعمها دول كبرى لأن ليبيا غنية جدا ليبيا هي الوحيدة اللي تقدر تتقارن في غنى الجزائر لكن عدد سكانهم 8 ملايين معنا دائما يحتاجوا أبما إلى دعم خارجي أو على الأقل إلى عدم اعتداء خارجي فالقول أنك تذهب مع روسيا في ليبيا في كما هي هو ضد المصالح الجزائرية وضد المصالح أنت على الدول اللي ستساعد فيه خاصة قطر وتركي وإذا ما ذهبت الروس سيجب دوها لكم لأن بالنسبة لهم ركت عهد لكي تمشي مع الله الآن في مالي قلت أيضا أنك ستمضي ولا ستدعم الروس في مالي والحقيقة هذه موجودة يعني نحن بالنسبة إلينا هذه على الأقل وقفت شيء أنا كنت ناضلت من أجله وقعمت من أجله وتكلمت من أجله كثيرا والناس يقدروا خاوتي يرجعوا لللايفات تعلية 2020 وخاصة 2021 لما كانوا يفكروا بإرسال الجيش الجزائري وبدأوا بإرسال بعض الطلاع تعلية المخابرات إلى مالي وإلى بوركينا فاسو وإلى أماكن أخرى تحتلها فرنسا وكان اتفاق مع فرنسا لأنهم يرسلوا حتى عضاء الجيش الجزائري وبدلوا الدستور ركتما تتذكروا غيروا الدستور باش يسمحوا للجيش أن يروح للخارج اللي كانوا الأفارقة بدعم روس صيني تركي حاولوا يخرجوه من إفريقيا لكن العصابة اللي عندنا وأنا ذاك كان محمد قايده هو اللي يقود هذا الجناح ومحمد قايده في الحقيقة برغم انتقاداتنا له وهي انتقادات موضوعية ومعروفة علاش إلا أنه بعيد كثير على شنغريحة في المستوى وفي التفكير وحتى في السن محمد قايده 62 ولا 63 سنة ولا 64 سنة بينما شنغريحة ردخل الثماني وفي الجيش هذا مهم 10 سنين 15 سنة فرق مهم جدا لكن لما سبكم ماكرو أعطاه فرصة للجناح الروسي باش يوطيح بالجناح الفرنسي في الجزائر جميل بالنسبة لنا على الأقل جيشنا مايروح يقاتل مع فرنسا في إفريقيا لكن كان حاجة أخرى الآن الآن الفرنسيين والغربيين يقول لكم راكم ماشيين مع الروس في ليبيا وفي مالي ما هي إمكانياتكم كيف يش تقدروا تدافعوا لأرواحكم لما تدخلوا تصبحوا طرف في هذا الصراع ما هي إمكانياتنا احنا باش نوقفوا في وجه أمريكا وفرنسا ودول غربية خاصة في إفريقيا إحنا إمكانياتنا أن لا نكون طرف إمكانياتنا أن نغلق الأجواء آه نعم من حقنا نقول لهم إحنا ما نسمحوش للطائرات العسكرية لتغذو بلد آخر هذا من حقنا من حقنا أن نقول لهم إحنا لسنا مع التدخل الاستعماري ولن نكون معه لكن أن تنتقل من الاستعمار الفرنسي للاستعمار الروسي فأنت تنتقل من موسى الحاج الحاج موسى من الجزائر نعم روسيا ستستفيد لكن الجزائر ستخسر مثلما كنت مع فرنسا فرنسا ستستفيد والجزائر ستخسر ما هي الحكمة والمنطق هو أن نكون مع أي طرف خارجي إفريقيا للأفارقة ضد الوجود الأمريكي والفرنسي والتركي والروسي والصيني والبريطاني والألماني في إفريقيا أو الهندي والفيتنامي أي سمعية جنسية لكن أن تنتقل من حجر فرنسا إلى حجر الروس فأنتم تخاطرونها بالجزائر وتخاطرونها بتفتيتها لأننا رأى فيها معركة كبرى ما كنش فاهمينها وكنش شعرين بيها بوتين دخل قمر ودخل وهو غارق هناك ويبحث على أي وسطة بالصح هو في النهاية عنده السلاح النووي عنده سواريخ العابر القارات 15 ألف كم يقدر يوصل حتى بها حتى النيورك ووشن وواشنطن بل حتى الكاليفورنيا من جهة الأخرى طبعا أوروبا كلها تقدر تكون تحت ضربات السواريخ الروسية لكن حين وش عنا عندما نكون طرف في صراع القوى الكبرى عندما يتخاصم الأثيال كما يقول مثل شعبي إفريقي فإن الحشيش هو الذي يدفع ثمن إذا كانت بلدان أساسية كبيرة مقارنة في قوتها الاقتصادية وراهي تشعر بالخوف مثل اليابان مثل الكوريا الجنوبية يشعروا بالخوف لو ينتصر الروس وطايوان فإن الصين ربما تسحقهم خاصة طايوان وستضيق على كوريا الشمالية الجنوبية وعندها خصومات كبيرة مع اليابان ربما حتى تحتل أجزاء من اليابان لأن اليابان كانت تحتل الصين إذا كانوا هذه الدول وهي دول قوية اقتصادية اليابان ثالث اقتصاد في العالم اليابان تساوي أربعين مرة الاقتصاد الجزائر أربعين مرة الاقتصاد اليابان يساوي أربعين مرة الاقتصاد الجزائر إذا كانت دول كبيرة وراي خايفة من مآلات الحرب إذا كانت الصين اللي قد تستفيد من الحرب هذه في نهاية المطاف لكنها تشعر أن ولوين هازم بوتين ستربح في جهة ولكنها ستخسر من جهات أخرى لو كانت الهند الهند الآن رهي تتجه إلى تغيير البوصلة التاحة هو رئيس الهندي سيقال له الوزير الأول الهندي سيكون في أمريكا بعد يومين الأمريكان قاعدين يضغطوا عليه باش يبتعد على الروس باش تروح متدقول ورانا مع الرؤى الروسية ومع بوتين وما يعني أم هي أوامر الجنح الروسي بقيادة شنقريحة هذه كارثة ركما تدينها البلاد كارثة حقيقية لا أريد أن أطيل على إخواني أكثر أنا مرينا فاتس ساعتين لكن هذا موضوع رح نرجع أيضا في اللايب القادم اللي بعده بنقاط محددة وأيضا رح نشوف رد الفعل الغربي بالرغم من أنهم في الأصل قالوا لتقدر تروح لكن رحوا تجاوز قاعد الخط اللي رسمينه له أنا ضد أن الغرب هو اللي يقول لك تروح ولا ما تروحش نحن لازم نبقى أسياد وأحرار بالفعل لكن للأسف انت قلت بأننا نحن ولدنا أحرار وشعب جزائري حر شعب جزائري رح تحت القبضة الرهيبة تح السفهاء تح السفحين تح الدباحين الفاشلين وضعفتم البلاد وضعفتم الشعب وقرتوه ظلما وأدوانا لكن هذا لن يطل بإذن الله حياكم الله حيا الله الحرارين مكانوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته